اشتركوا في القناة وإلا تأكيد لمواصلة الكفاح والنضال إلى غاية نيل الحرية وتقرير مصير شعب آمن بقضيته بهويته بضرورة مواصلة الصراع على الأرض الذي يتجدد عاما بعد عام فرغم تغير الأسماء والظروف إلا أن الثابت الوحيد في ذلك هو عزيمة وإرادة أبناء شعب وهبوا صوتهم الواحد للرئيس الجديد إبراهيم غالي خلفا للزعيم الراحل محمد عبد العزيز وسط أجواء وطنية فخرية كفاحية نضالية هنا بولاية الداخلة لتلفزيون المهار جمال الدين بوشا الصحف العادي يعني في القنوات الخاصة يرافق مصور مصور يأخذ المشاهد يأخذ الصور يأخذ التسجيلات يأخذ كل شيء لكن الصحف في بعض الأحيان عنده تعبير عنده قراءة أولية للموضوع للموضوع ولا لربورتاج الذي هو بصدد معالجته في بعض الأحيان أنا ما نقدرش نطلب من المصور في كل مرة يأخذ لهذه الصورة ولا هذة الصورة ولا هذة الصورة نفضل أني نتحكم أنا في تقنيات التصوير ونصور كل المشاهد وعلى أساس تلك المشاهد نبني الموضوع التاعي ولا ربورتاج ولا تحقيق بكل أرياحية لأنه التحقيق ولا ربورتاج وش هو؟ هو تصور تصور ذهني للصحفي يدعمه بأدلة وبتسجيلات وبكل شيء أنا لما دخلت لقناة النهار دخلت على أساس أني صحفي في قناة النهار فيها مبادرة شبابية بعض الصحفيين يعتمدوا على أنفسهم في استعمال كاميرات لتصوير ولعملهم الصحفي الدائم أنا أخذت المبادرة أني نتعلم تعلمت والحمد لله استطعت أني نوفق بين التصوير وبين كتابة التقرير ولا المادة الإخبارية ونقدمها للمونتاج في المونتاج فيه مركبين وفيه تقنيين يقوموا على عملية التركيب والله يعني باختصار جمل دين الصحفي إعلامي جزائري مدون عبر مدونات عديدة بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية على غرار مدونات الجزيرة مدونات هافينغتون بوست وبعض المواقع التي أكتب لها بعض مقالات الرأي بخصوص القضايا الاجتماعية والقضايا الآنية التي تحدث ربما بالجزائر ولا بالعالم العربي ككل جمل الدين الصحفي بقناة النهار الجزائرية أو القناة إخبارية في الجزائر التحقت بها منذ 2014 وقبلها اشتغلت يعني كصحفي ببعض الجرائد الوطنية بعدما أتممت دراستي وقبل وأثناء يعني وأثناء دراستي الجامعي الإعلام الجزائري والله يعني باش نختصر لك الإعلام الجزائري في كلمتين ما نقدرش بحكم الخبرة تعي متواضعة نشوف بالإعلام الجزائري يعني فرض نفسه في الساحة السياسية الجزائرية والساحة الوطنية بحكم تجربته الخاصة وبحكم أنه إعلام انفتح يعني كان إعلام عمومي نتحدث على الفضاء السمعي البصري كان إعلام عمومي منذ يعني منذ السنوات التي تلت الاستقلال وفي سنة 2012 تم أول ظهور لقنوات خاصة جزائرية إخبارية يعني تهتم بشؤون المحلية للمواطن بشؤون اجتماعية بشؤون الاقتصادية للوطن من زاوية أخرى على غرار يعني ربما تختلف الزاوية على الزاوية التي كان يعالج بها التلفزيون العمومي الجزائري في إطارها العام تبقى يعني مجرد أفكار جديدة الشعب الجزائري يرحب بالقنوات الخاصة حكم أنها يعني تعطيه الكلمة ربما تعطيه أكثر حرية في التعبير هو مولود جديد صح مولود حاليا في 2017 عنده يعني خمس سنوات خمس سنوات من الوجود هي ربما بدأت بدين اللحظة اتمرت هذا المولود الجديد الذي تمخض بعد مخاض عسير يعني منذ سنوات التسعينيات وفيها نداءات بفتح المجال أمام الخواص للاستثمار في القطاع السمعي البصري قنوات فاتية بقدر ما هي فاتية بقدر ما هي قدمت استطاعت أن تقدم ما لم يقدمه التلفزيون العمومي في عقود من الزمن ربما استطعت في خمس سنوات أن تقدم ما لم يقدمه التلفزيون الجزائري في خمسين سنة لا نتحدث عن الخبرة ولا نتحدث عن الإمكانيات المتواجدة لكنها بكل صراحة استطاعت أن توصل صوت المشاهد أن تجعل المشاهد يثق فيها حتى يعني يثق فيها ثقة في بعض الأحيان تكون عمياء قبل ما ندخل الإعلام أنا نتذكر كنت نشاهد الجزيرة في سنوات الألفنات كنت نشاهد الجزيرة بنظرة مشاهد اليوم أنا نراني إعلامي بقناة إخبارية محترمة قبل ما ندخل للقناة كنت كتبت مقال وجهته الرئيس الجمهورية في الجزائر قلت أريد أن أصبح كاتبا لا رئيسا يعني طموح التاعي هو أني نكون كاتب كبير نكون كاتب يكتب أعمدة يكتب يعني بقلمه يكتب بقلمه ويرسم بقلمه ويوصل رسائله بقلمه يعني قموح التاعي هو أني القلم تاعي مجفش القلم تاعي يقعد دائما ميدادي يسيل ويقعد دائما يكتب لا غير أما الإعلام سواء في الإعلام السمعي البصري أو الخاص الأمر يعني ما يهمش بقدر ما يهم أني نواصل نكتب ما نحبش كانت برامج يعني كان فيه ظاهرة الأثنين هو برنامج طرفيه للأطفال يكون يوم الأثنين لأنه بالجزائر يوم الأثنين في المساء لا توجد هناك دراسة فيه برنامج يوم الأثنين اللي هو استبدال مؤخرا بربما سباق الثانويات في الإذاعة وكان يعني اسمه ظاهرة الأثنين ظاهرة الأثنين هذا البرنامج وفيه برامج يعني على غرار يعني نشرة الأخبار على غرار برامج أربما ما نستحضرش الإسم تاعها ولكن هي برامج كانت كانت الوحيد يعني لا خيار عنها يعجبني في التقديم جمال الريان بالجزيرة ويعجبني مقدم برنامج فوق السلطة نزيه الأحدب وفيه يعني جزائرية هناك فيروز زياني بعض الأسماء ربما أنا من المعجبين المعجبين بقناة الجزيرة يعني أهم الأسماء رايح تكون في الجزيرة بالجزائر يعني هناك صحفي بالقناة اللي هو رئيس حرير قناة مهار أحمد حفصي شاب قموح وإنسان خلوق بخصوص العمل عنده كفاءة مهنية محترمة يعني والله أنا خديت عليه الكثير تعلمت منه الكثير وأعانني حتى في القناة أول ما استقبلني في القناة كان هو استقبلني ولحد اليوم هو ما زال يدعمني أولاد التنفذة إن شاء الله مبادرة جميلة مبادرة شبابية إن شاء الله يعني تواصلوا في هذا النسق الخدماتي الإعلامي لأنه ربما بفضلكم أنتم تواصلوا أصوات شباب وطموحات شباب تدعموهم يعني الطموح يحتاج دائما لأن ندعمه لأن ندفع به ولو خطوة نحو الأمام أنت لما تقدم الشاب مثل أنا ولا مثل أي شاب آخر تقدموا راك دعمته راك دعمته معنويا راك دعمته ربما نفسيا راك دعمته حتى فكريا باش يطور من كفاءاته ويقدم الأفضل والمزيد